اشتركوا في القناة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أصحاب المعالي السيدات والسادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية ومحافظي الدول الأعضاء بالبنك السادة ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي أصحاب السعادة ممثلوا القطاع الخاص الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ضيوف مصر الكرام في مدينتكم الغراء شرم الشيخ المصرية التي تتشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لعام 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة ما بين الأول والرابع من يونيو ويطيب لي في البداية أن أنقل إليكم جميعا تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث نجتمع اليوم تحت رعايته الكريمة وأهديكم خالص تمنياته بأن تكلل أعمال اجتماعاتنا بكل النجاح والتوفيق كما يسعدني أن أتوجه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية إعزاز وتقدير لما يقومون به من جهود حسيثة وما يقدمونه من خبرات عريقة لإثراء مصارات التنمية والتقدم في ربوع أمتنا الإسلامية وأثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام والتي تواكب ظرفا عالميا استثنائيا يحتاج إلى رؤية جديدة ومصار مبتكر للتعامل مع ما تفرده من تحديات السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري أن أشارك معكم اليوم في هذه المناسبة فما نشهد في هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة من السادة رؤساء الوفود وممثل الحكومات والسادة السفراء وممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني وموسلي مؤسسات التمويل الإنماء الوطنية والإقليمية والدولية يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصوصا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد وفي وقت لا زالت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين مستمرة بل وزاد عليها ما نشهده جميعا من متغيرات جيوسياسية طالت تدعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء نحن في الوقت الراهن نواجه أزمة اقتصادية واقتماعية عالمية تتسم بكونها مركبة وشديدة التعقيد فما لبس العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة حتى أطلت تدعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والتي تمتد آثارها الانتشارية إلى أبعد مما ندركه في الوقت الراهن فقد ألقت هذه المتغيرات والتدعيات بزلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك والتي تسعى العديد منها في ظل هذه التحديات إلى بزل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل فضلا عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة ويأتي أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرده من فرص وتحديات لعل أبرزها التغير المستمر في أسليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف بما يقتضي من دولنا والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنويا إلى جانب كل ذلك فقد أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ حقيقة دامغة فهي قضية بالغة الخطورة خصوصا مع تزايد وطيرة الزواهر الجوية العنيفة وتدعيتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والبنية التحتية والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد فضلا عن أثارها على قطاعات الصحة العامة والأمن الغذائي والتعليم وفرص العمل فبلا شك أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتدعيتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية وتمثل ضغطا على اقتصاديات العالم خصوصا مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا الحضور الكريم متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبئية عديدة تواجه دول العالم أجمع وفي القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على رفع وطيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية والتحول نحو اقتصادات المعرفة وزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية والارتقاء بمستويات الرأس المالي البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية خصوصا في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وإيجاد أسليب مبتكرة للتمويل وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات والاستفادة في ذلك بالدور الفاعل لمؤسسات التمويل الإقليمية وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لذلك ندعو مجموعة البنك التي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية لمواصلة جهودها واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه ونراه النهج الأمثل للتعاون مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللادمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء السيدات والسادة عملت الدولة المصرية بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد أنجزت بالفعل عدداً كبيراً من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وقد ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على السمود في مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات للنمو الإيجابي رغم صعوبة التحديات حيث قامت الدولة المصرية بالآتي التعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للإستثمار تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية ففي نوفمبر 2016 نفذنا برنامجا شاملا مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وأعادة مصر إلى مصار النمو الاقتصادي القوي والمستدام الحضور الكريم الأمر الطيب أننا أنهينا البرنامج قبل بدء جائحة كورونا مباشرة مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة ويحضرني هنا تصريح السيد رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي لمصر حين أشارت في أغسطس 2020 أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 كان له مساهمة كبيرة في تعزيز سمود اقتصادها والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة ليس هذا فحسب ولكن الدولة المصرية عززت من سمودها أمام تدعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا الوباء وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان من خلال إغلاقات جزئية ومحدودة وقتها كانت جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص كانت بدأت تؤتي ثمارها لذلك بدأنا نعيد تقييم المشهد الاقتصادي رغبة في تعزيز قدرة الدولة على الإطلاق عمليات تنموية متواصلة في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة وبالفعل كنا قد بدأنا في تخطيط مسارات التحرك قبل الإعلان عن الأزمة في أوروبا الشرقية في الرابع والعشرين من فبراير 22 الحضور الكريم إن الدولة المصرية ستستمر في تنفيذ مسارات التحرك التي قد بدأت بها بالفعل حيث أعلننا أن الدولة سوف تتخارج من بعد القطاعات والأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومضاعفة نسبة مساهمة في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال الثلاث سنوات القادمة قمنا بصياغة وصيقة سياسة الملكية التي تعلن سياسة ملكية الدولة للأصول وتحدد الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وهذا ومن المخطط أن تكون مسودة وثيقة الملكية أول قضية يتم ترحوها للحوار خلال الأيام القليلة القادمة أطلقنا حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الصناعة وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة والصحة مع التركيز على النمو الأخضر قدمنا الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والزكائل الصناعي الجامع الكريم إننا نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في أوقات السعة والأزمة خاصة عندما تشتد الأخيرة ولعل آخر توجهاتنا في ذلك الأمر يتمثل في تجهين الشراكة الصناعية التكاملية المصرية الإماراتية الأردنية لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية المستدامة والذي تم إطلاقه في إمارة أبو زبي منذ أيام قليلة تشكل هذا النموذج بداية للنمو والتعاون بين الدول العربية والإسلامية خلال الفترة القادمة ولا شك في إننا نطمح في تحقيق المزيد والمزيد إلى جانب شراكاتنا القطرية فإن الدولة المصرية تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي وذلك من واقع مسؤولياتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية فتؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 وكما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وإلى جانب كل هذا فإن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية كونها شريك رئيس في تمويل التنمية وفي هذا الثياق سمت علاقات تعاون وطيدة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية حيث نسعد بكونه شريك رئيس في مشروعات تنموية تجاوزت 17 مليار دولار أمريكي منذ تأسس البنك عام 1974 وتعتز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 لعام 22 في مدينة شرمشيخ والتي تأتي إنعكاسا للدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليميا ودوليا خصوصا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرا لدولنا الشقيقة للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي والذي يستهدف تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية السيدات والسادة توفر الاجتماعات الثانوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية في الدول الأعضاء من مجموعة البنك من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع مؤسسات التمويل الإنمائي فدعونا نغتنم هذه المناسبة للخروج من هذا الحدث المهم بمشروعات واعدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار المشترك تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا جميعا الحضور الكريم لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات داعينا الله أن تكلل أعمالها بالنجاح مع تمنياتي للمشاركين من ضيوف مصر الكرام بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر وتمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق ولدولنا الشقيقة بمزيد من التقدم والإزدهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا